من جانبه كشف مريوان قرني عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إنهم سيزورون كاركوك يوم ثلاثاء المقبل وقال أنه بعد أن قرر البرلمان العراقي تشكيل لجنة لتقص الحقائق من قبل لجنة الأمن والدفاع في البرلمان سيقوم عدد من أعضاء اللجنة بزيارة كاركوك لجنة لتقص حقائق وأكد اجتماع لجنة الأمن والدفاع النيابية حرص اللجنة على دعم الاستقرار الأمني والتعايش السلمي في كاركوك مشددا على ضرورة أن تقف اللجنة على مسافة واحدة من جميع الأطراف